بسم الله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى طلاب الكيميا الرائعين أسعد الله وقاتب اليوم حنكمل في المكثف وتوصلنا عند أسئلة التأكسد والاختزال اليوم حنبدأ في التأكسد والاختزال موضوع بسيط وسهل التأكسد ما بوخذ وقت كثير زي الحموض الحموض أطول شوي لأن أسئلتها بدها وقت وبدها حل وبدها تحضير وفيها حسابات رياضية تأكسد والاختزال إجمالا أسئلتها مباشرة وأسهل في الحل لكن معظم أخطاء طلاب التأكسد والاختزال لقلة التركيز فانتبه وركز وانتبه تحل التأكسد ولا تستعجب رجاء خلينا نشوف شو بنا نعمل المصطلح العلمي الدال على فقد الإلكترونات هو عملية التأكسد التأكسد هو عملية فقد الإلكترونات خلال التفاعل الكيميائي أما المصطلح العلمي الدال على كسب الإلكترونات هذا تعرف الاختزال السؤال البعد إن الذرة التي حدث لها تأكسد لما أقول لك ذرة ميز الذرة على الأيون فإذاً CH4 غلط O ذرة C ذرة H ذرة طيب الذي حدث لها تأكسد في طلاب كثير بدون حساب عداد التأكسد زيادة الأكسجين تأكسد فإذاً C هي التي تأكسدت صح مش عاجبك إذاك تحسب عداد التأكسد هنا C بدأ تكون موجب أربعة هناك بدأ تكون موجب أربعة فإذاً ما صار عليها تغير في عدد التأكسد لها تغيرت الساد هنا H سالب أربعة C ليش؟ لأنه H موجب واحد موجب واحد في أربعة موجب أربعة فبطلع C عدد تأكسده سالب أربعة لكن ما في دال حساب عداد التأكسد لأنه أصلاً لسه ما بلشنا في درس عداد التأكسد هذا هو يعتمد مفهومه على أنك أنت كطالب تميز زيادة الأكسجين تأكسد لأنه ذكرها الكتاب فإذاً هذا بس على الارتباط في الأكسجين سأل بعد إن الذرة التي حدث لها اختزال في كثير من الطلاب يقول لي أستاذ إحلال الفلزات تأكسدها صح؟ يعني لما تحكي في لز صلب احتل محل في لز داخل محلول فهذا تأكسد ليش؟ لأنه احتل في لز زد أن الصلب ما كان في لز في محلول فإذاً زد أن تأكسدت دابت قلت كتلتها طبعاً مية بالمية مش عايش بقدك تحسب أعداد التأكسد فإذاً هنا بقدر أحكي أن الزد أن حدث له تأكسد والشغل الثاني تغير عدد تأكسده من صفر إلى موجب اثنين شعرفك أنه صفر لا تنسى أنه منفرد شعرفك أنه موجب اثنين لأنه مرتبط مع الكبريتات والكبريتات في جميع مركبات هنذكرك فيها سالب اثنين يلا فإذاً الزرة التي حدث لها اختزال في التفاعل تأكسدت الزد أن فاختزلت السيو طب ليش مش سيو موجب اثنين ليش هاي غلط لأنه سيو موجب اثنين أيون هو أيون السيو موجب اثنين حدث له اختزال صح هاي اللي سوت اختزال بس لا تنسى أنه ممنوع تجاوب أيون لأنه شو كتب لك هون الزرة فإذاً الزرة هي السيو وليس سيو موجب اثنين سائلة التأكسد والاختزال أسرع وأسهل من أسلت الحموض بكثير المصطلح العلم الدال على الشحن الفعلية لأيون الذر بدك تحفظ عدد التأكسد المركب العيوني وعدد التأكسد المركب الجزي هذا مفهوم عدد التأكسد للمركب الشحن الفعلية لأيون ذر المركبات الآيونية عدد التأكسد مركب جزي غلط العيون الموجب غلط عدد التأكسد للمركبات الآيونية يعني بطلع الجواب عندك دال أما بالنسبة للمفهوم اللي بعده الشحنة التي سوف تحملها الذرة هذا سؤال مكرر فيما لو أعطيت إلكترونات الرابط التساهمية للذرة الأعلى كاروسالبية هذا عدد التأكسد مسلمين للمركب الجزي بحكي للطالب قواعد أعداد التأكسد حفاظ بتسأل عنها المزارة هاي من ضمن أسئلة الوزارة على قواعد أعداد التأكسد يعني بيجب بيسألك سؤال زيك إن قيمة عدد التأكسد العنصر الحر يساوي سفر يعني لازم تكون حافظ إن عدد التأكسد العنصر الحر يساوي صفر إن قيمة عدد التأكسد الهايدروجين سالب واحد في إحدى المركبات هاي كمان من قواعد أعداد التأكسد متى بيكون الهايدروجين سالب واحد في هيدريدات الفلز يعني فلز مع هيدروجين ارتباط مباشر الآي و أتش لا لأنه الأتش موجب واحد الإيثيوم ألمنيوم هيدريت هيدروجين مع مين مع ألمنيوم في الجواب باء أتش تو أو غلط والأتش ثري بي أو فور كمان غلط السؤال الذي يلي يكون عدد التأكسد الهايدروجين موجبا ودائما الهايدروجين سالب واحد طبعا لا إذا ارتبط في الأكسجين إذا ارتبط بذرة أعلى منه كهروسالبية مية بالمية ليش لو ارتبط في أكسجين أنا بحكي لك ليش الأكسجين هنا سالب اثنين لأنه أعلى كهروسالبية من الكلور فالكلور بكون موجب واحد أو موجب ثلاث أو موجب خمسة أو موجب سبعة حسب كم ذرة أكسجين عندي فإذا ارتبط الهايدروجين بمركب أو غنصه له كهروسالبية أعلى من الهايدروجين مثل الأكسجين فيكون عدد التأكسد الهايدروجين موجبا فإذا ارتبط في ذرة أعلى منه كهروسالبية هس تطبيقنا قواعد عدد التأكسد رح يظل يحكي لك احسب عدد التأكسد مع عدد التأكسد S في المركب S O 2 هسه بيجي طالب يقول بيجي هكي سؤال بها السهولة هاي في الوزارة آه هاي أسئلة معظمها أسئلة وزارية بعدين نحن زي ما اتفقنا الأسئلة مرتبة أنه الدرس الأول أسئلته الدرس الثاني أسئلته لما ننهي الدروس ندخل على الأسئلة اللي بتيش نسميها أسئلة شاملة تجمع الوحدة كاملة زي مثلا جدول الخلايا القلفانية أو مثلا جدول ترتيب جهود الاختزال المعياري مين مصعد مين مهبط اللي بدها شغل يعني لا تفكر أنه هاي الأسئلة ما بتيجي مهمة بحكي اكس زاد تكرار الأكسجين في عدد تأكسد وسالب اثنين يعني سالب أربعة اجمع أربعة للطرفين فأكس بطلع موجب أربعة وهو عدد تأكسد أس كيف حسبته نذكرك فيه حكينا شحنة المركب اللي هي صفر تساوي كما أنصر عندي عنصر عنصرين بفتح قوس بفتح قوسين بجمع القوس الأول للثاني في نص الأقواس بحط ضرب ليش بدي أحكي واحد ضرب واي إيش هي واحد نذكرك هي عدد تأكسد أس طيب شو هي واي اللي هي تكرار أس لا بالعكس هاي تكرار أس أما واي عدد تأكسد أس بعدين الأكسجين تكراره مرتين عدد تأكسده سالب اثنين شو هاي اثنين تكرار الأكسجين في المركب وشو هاي سالب اثنين هاي من قواعد عداد التأكسد لازم أكون حافظ أن الأكسجين في جميع مركباته غالبا سالب اثنين أما الصفر شحنة المركب لما حسبت هاي الأرقام طلع صفر يساوي Y ناقص أربعة جمعت أربعة للطرفين قدش طلعت Y موجب أربعة وهي عدد تأكسد S سؤال 12 إن عدد تأكسد S في المركب NA2SO4 كمان مرة بنعيد الكرة عشان نحسب عدد تأكسد S خلينا نأخذ بالتفصيل لبعض الطلاب كثير بتغلبوا في حساب عدد تأكسد لكن هذا الحكي كثير مهم إس ما شو أحكي لك أنا لو بنحسب عدد تأكسد للأس في مركب NA2SO4 خلينا نشوف شو بدنا نعمل واحدة واحدة يلا أسهل طريقة لحساب عدد تأكسد عشان السرعة في كثير طلاب يقول لك يا أستاذ نحن صرنا في نهاية الفصل إن شاء لا نظل نكتب قانون وتعويض ومجموع لا لا تطلع هون في شحن للمركب لا بتكتب صفر صفر يساوي بتحط عدد التأكسد اللي انت حافظه من العناصر قدامك هاي موجب واحد هاي Y هاي سالب اثنين فبصير تحكي لي اثنين ضرب موجب واحد موجب اثنين مش ساعة وربع وانت بتحسب واحد ضرب Y زائد Y أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية اجمع ثمانية هاي ما هاي بتصير موجب ستة عفوا سالب ستة سالب ستة الفرق بينهما الإشارة الأكبر اجمع ستة للطرفين بطلع Y وساوي موجب ستة وهيك إحنا حسبنا عدد تأكسد S فإذا بطلع الجواب موجب ستة سالي بعده سالي بعده شو بحكي لي إن عدد تأكسد الكبريت S يساوي سالب اثنين في احدى المركبات التالية كمان هذا بده حساب لازم تحسب عدد تأكسد S في كل مركب لحال خلينا نشوف شو بنا نعمل يلا عدد تأكسد S بدك إياه يكون سالب اثنين نشوف الاول مع العلم أنا مش حابه يشوف الاول لسبب إنه أصلاً نبين إنه عدد تأكسد S موجب ستة أو موجب خمسة أو موجب أربعة أو موجب ثلاث بشو حسبنا S بمركب زي هيك بس على كل حال H2SO3 كيفنا نحسب عدد تأكسد S؟ باجي بحكي عدد التأكسد اللي أنا حافظها الـ H موجب واحد الـ S بابا عرف عدد تأكسده الأكسجين سالب اثنين في جميع مركباته أو خلنا نحكي فيه معظم مركباته فصفر يساوي اثنين في موجب واحد موجب اثنين زائد Y ناقص ستة اجمع أربعة على الطرفين فبطلع Y يساوي موجب أربعة لأنه هذول الفرق بينهم سالب أربعة اجمع أربعة على الطرفين بطلع Y يساوي موجب أربعة أو ليس السالب اثنين خلينا نشوف مركب الثاني مركب الثاني هو وانتبه للسالب واحد هاي شحنة مركب فبحكي هنا سالب واحد يساوي طب قداش الـ H عدد تأكسده موجب واحد الـ S Y الأكسجين سالب اثنين فبحكي واحد في موجب واحد موجب واحد زائد Y ناقص ثمانية فإذا بجمع هون سالب ثمانية وموجب واحد سالب سبعة اجمع سبعة على الطرفين Y يساوي موجب ستة فإذا هاي غلط وهاي خطأ خلينا نشوف المركب اللي بعده طبعا S 2 ما بنحسبها لأنها صفر يا أستاذ عنصر حر طبعا عنصر حر عدد تأكسدها صفر آخر مركب H S سالب واحد سالب واحد يساوي تكرار الـ H واحد في عدد تأكسده موجب واحد فواحد ضرب موجب واحد موجب واحد زائد تكرار الـ S واحد في عدد تأكسده Y لا تنسى أنه هاي يكتب عليها ملاحظة شحنة المركب مش تنساها اطرح واحد من الطرفين فواي يساوي سالب 2 فإذا بطلع الجواب هو G خلصنا سؤال 13 خلينا نشوف السؤال اللي بعده إن عدد تأكسد الـ M N في المركب K M N O 4 خلينا نشوف قديش عدد تأكسد M N يرى K M N O 4 بدو يعني أحسب عدد تأكسد M N الكي مجموعة أولى موجب واحد الاكسجين سالب اثنين حاولنا قدر الإمكان نراجع قواعد عدد تأكسد نندكرك بس لا تنسى أنه لينا كي موجب واحد الاكسجين غالبا سالب اثنين وقد يكون سالب واحد وقد يكون موجب اثنين انتبه أما الـ M N ما بعرف عدد تأكسده مش حفظ فبحكي شحنة المركب صفر يساوي تكرار K في عدد تأكسده زائد تكرار M N في عدد تأكسده زائد اربعة بسالب اثنين سالب ثمانية فإذا بجمع سبعة للطرفين لأن الفرق بينهم سالب سبعة بجمع سبعة للطرفين فبطلع Y يساوي موجب سبعة وهو عدد تأكسد M N فقدش عدد تأكسد M N موجب سبعة اي ان عدد تأكسد المنغنيز في المركب K M N O 4 قدش حسبناط لأمعنى طلع معنى موجب سبعة السؤال اللي بعد سؤال خمسطاشر سؤال خمسطاشر شو بيحكيلي ان عدد خلي هاي الشاشة البيضة لسؤال خمسطاش وستاش ان عدد تأكسج السي ار في المركب ان اي سي ار تو او سفن بسن نرفعها فوق عشان يكون كل سؤال لحال وليش فكر طالب نحل بسؤال ستاش هلأ سنقول لك استاذ هذا غلط حلو الا هاي احنا بسؤال خمسطاش voice. ماشي خلينا نشوف. ان عدد تأكسج السي ار في المركب ان اي سي ار تو o سفن سالب اثنين ان اي سي ار تو o سفن سالب اثنين. بالمناسبة سالب واحد مش سالب اثنين بالمناسبة اصلا عدد تأكسج السي ار في هاذا المركب مر معك في تأكسج والاختزال في تأكسج مركبات العضوية اللي بتغير لونها من اللون برتقالي للاخضر. على كل حال الرستوى موجب ستة مش عاجبك. اه? اللي هو دايكرومات الصوديوم او دايكرومات المتاسيب. مش عاجبك كتحسب؟ سالب واحد يساوي. بإكرار الأنية في عدد تأكسيد وموجب واحد. لا ينسى انه موجب ستة انا حافظها حفظ. وسيقول موجب واحد للأنية. ثنين واي. لهاي. زائد سبعة بسالب اثنين سبعة بسالب اثنين سالب اربعتاش. سأجمع هواي مع هاي بتصفي موجب 13 سالب 13 سالب 13 يجمع 13 للطرفين وبنجمع 13 للطرف الثاني فبطلع 2Y يساوي موجب 12 الفرق بينهم الإشارة الأكبر يقسم على 2 يقسم على 2 يقسم يساوي موجب 6 وهو عدد تأكسد CR السؤال اللي بعده السؤال 16 شو بحكيلي السؤال 16 بقولك إن أكبر عدد تأكسد للكلور بدنا نكتب ملاحظة إذا تحملتني شوي أن ذرات الأكسجين تزيد عدد التأكسد للعناصر أخرى هذا الحكي غالبا ملاحظة حطها قدامك هيك بتفيدك مرات كثير والأتش يقلل عدد التأكسد يقلل عدد التأكسد يعني على الأغلب على الأغلب على الأغلب اللي ماحها أكسجين كثير هي الأعلى عدد تأكسد ومش على الأغلب دائما وخاصة لما يكون الأكسجين واضح ثلاثة أكسجين فإذا جوابي ألف بدون ما أحل وغالبا سؤال وزارة اللي زي هيك بنحل على هاي الملاحظات إن أعلى عدد تأكسد للسي أل إن أعلى عدد تأكسد للأم أن بده يكون في أكسجين كثير مش حاجبك دك تحسب حقك علي أنا أعتبرني غلطت وعايزة توب إذا بدك توب يا أستاذك تحسب قدامنا واحدة واحدة حاضرين هاي السي أل موجب واحد لأنه سالب واحد لأنه هالو مع هالو الأعلى كهروسالبية بيكون سالب واحد والأقل كهروسالبية موجب واحد هالو حفظناه من ايام حموض القواعد موجب واحد السي أل سالب واحد فإذا هاي وهاي سالب واحد قد بعض إنساه هالو هاي سالب اثنين وهاي موجب واحد المركب كامل أحسنتم صفر يساوي موجب واحد زائد واي ناقص اثنين طب يا أستاذ ناش ما أكتب سالب واحد ما هو دائما الهالوجين سالب واحد كأنه هواء الهالوجين سالب واحد بأن لا يرتبط مع أكسجين لأن الأكسجين أعلى من الهالوجين كهروسالبية فبيكون الهالوجين سالب اثنين فيصبح عدد تأكسد الهالوجين موجب إما واحد أو ثلاث أو خمسة فإذا هون بطلع واي يساوي موجب واحد وهو عدد تأكسد السي أل أما في المركب الاخراني هذا فبحك السفر يساوي تكرار 얼마ش في عدد تأكسد وموجب واحد زائد واي عدد تأكسد السي أل أما الأكسجين سالب ستة ناقص ستة فبتجمع خمسة للطرفين ويطلع موجب خمسة وهو أكبر عدد تأكسد للسي أل في هذه المركبات هو الجواب ألف أج سي أل أو ثري لأنه بكون عدد التأكسد بهاي الحالة يساوي موجب خمسة سؤال اللي بعده سؤال اللي بعده بحكي أن أقل عدد تأكسد لذرات النيتروجين يكون في إحدى المركبات التالية يا خلينا نشوف مركب مركب إن أقل عدد تأكسد للنيتروجين أقل عدد تأكسد للنيتروجين يعني أستاذ فيه هيدروجين كثير آه هاي بتنفعش وهاي بتنفعش بظل كم واحد لك تحسب اثنين تحسبح اثنين أكثر ما أحسب ما تحسب أربعة نستغل للوقت لكن مش عاجبك كلامي حكيت لك أعتبرني غلطة وعايزة توب دي حسبهم قدامك واحد واحد لكن سؤال وزارة بنحل على الملاحظين اللي كتبتن الأكسجين يزيد من عدد تأكسد فإن أعلى عدد تأكسد واكتبها السؤال على هذا فإن أعلى عدد تأكسد في هاي المركبات N-O-3 سالب لوجود كميين كبيرة من ذرات الأكسجين في ذرات الأن أما الأقل عدد تأكسد هو L-H3 لوجود كميين كبيرة من الهايدروجين برود طالب يقول لي أربعة الأربعة على ثنين يا حبيبي الأربعة على كم أتش الأربعة أتش لكم أن لثنتين أن فالواحدة ان حصتها اثنين اتش مش ثلاث. فاذا هذا الاقل عدد تأكسد. اذا مش عاجبك. اعتبرني غلطة حكيت لك وبدي اتوب وبدي احلهم قدامك واحدة واحدة. حاضر. ان او ثري سالب واحد. فانه سالب واحد يساوي تكرار الان في عدد تأكسد واي. زائد تكرار الاو في عدد تأكسد سالب ستة اجمع ستة للطرفين واي يساوي موجب خمسة. اما بالنسبة الان اتش ثري. اذا كان الاتش موجب واحد. فانه صفر يساوي. تكرار الان في عدد تأكسد واي زائد ثلاث. اطرح ثلاث من الطرفين فبطلع واي يساوي سالب ثلاث. اما بالنسبة للاخير هذا. هذا صفر ما بنحسبه اصلا. هاي يساوي خطر. هاي انتو اتش فور. انتو اتش فور بتحكي لي صفر يساوي. تكرار الان في عدد تأكسد اثنين واي. اربعة في موجب واحد موجب اربعة. اطرح 4 من الطرفين بصير 2Y يساوي سالب 4 قسم على 2 فإذا Y يساوي سالب 2. من أقل سالب 3 ولا سالب 2؟ لا سالب 3 وهيك خلصنا سؤال 17 يظل عندنا سؤال مين هلأ؟ سؤال سؤال 18 يا إن مقدار التغير في عدد التأكسد إن مقدار التغير في عدد التأكسد الكابريت بما اني سألتك عن الكبريت ما تحسب لي البي ار ما تحسب للأج ما تحسب للأو ما تحسب للأج ما تحسب للأج ما تحسب للأج ما تحسب للأو انا بدي بس الأس تحسب عدد تأكسدها قبل التفاعل وعدد تأكسدها بعد التفاعل وتحكي لي الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير منحسب مقدار التغير في عدد تأكسد أس يرى SO2 شو صارت في النواتج SO4 كثير حسبنا عداد التأكسد للأس هاي حسبناها في بداية الدرس كانت موجب أربعة لما بلش في عداد التأكسد وهاي حسبناها بالسؤال اللي بعده كانت موجب ستة كم مقدار التغير في عدد التأكسد بتمسك الرقم الكبير مين هو الرقم الكبير ستة ناقص هذا الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير مع الحفاظ ستة ناقص أربعة شو بطلع الجواب اثنين فإنه يتغير عدد التأكسد أس بمقدار درجتين بالزيادة ولا بنقصان بهمنيش بس المهم يتغير عدد التأكسد كم درجة درجتين فالجواب هو باع لأنه مقدار التغير في عدد التأكسد أس بثنين يلا سؤال تساطاش إن أقل تغير في عدد التأكسد الكبير هو يا سلام بدك تحسب عدد قبل وعدد التأكسد الكبير بعد وتشوف لي أقل تغيراً مش أقل عدد التأكسد أقل تغير في عدد التأكسد سؤال هلاك هذا عدد التأكسد إلى أس هنا صفر هنا الأس موجب 4 فكم درجة تغير؟ أربعة ناقص سفر أربعة درجات اللي بعده هنا الاس عدد تأكسده صفر هنا الاس موجب ستة ناقص سالب ستة موجب مع ستة للطرفين فبطلع موجب أربعة كيف حسبتها؟ نرجع نعيد لك سالب اثنين يساوي تكرار الاس في عدد تأكسده اللي هو واي زائد تكرار الو في عدد تأكسده سالب ستة جمعت ستة للطرفين فطلع معاي وي يساوي موجب أربعة اللي هو اس من صفر لموجب أربعة كم درجة تغير عدد تأكسد أربعة درجات هاي الأس صفر الأج هنا موجب واحد الأس هنا سالب اثنين من صفر لسالب اثنين كم درجة يتغير عدد تأكسود أس مارتين طب هون الأس صفر أما الأس هون بمعنى الأكسجين سالب اثنين ثلاث في سالب اثنين سالب ستة فبطلع الأس موجب ستة من صفر لموجب ستة ست درجات فإذا وين أقل تغير في عدد تأكسود أس هو الجواب إج يعني جيم يتغير عدد تأكسود الكربون أربع درجات عندما أكلنا هواء نفس الفكرة اللي قبل ليش لأنه بدك تحسب عدد تأكسد الكربون قبل وبعد لكل تفاعل لحال تخيل يلا فهو قاعد بيقول لك الأفكار من أعداد التأكسد كثير بس الفكرة الأساسية أنه هل تجيد حساب أعداد التأكسد أو لا وجيد حساب أعداد التأكسد ولازم تعرف تحسب أعداد التأكسد عشان تكون دربت إيدك على حساب أعداد التأكسد كثير عليها سؤال دائرة واحد أو سؤالين بس بس من أعداد التأكسد نقدر ممكن يلزمنا بانه نعرف مين يتأكسد مين سوى اختزال لقدام شوي لو قلت لك مين اللي تأكسد ده تحسب عدد التأكسد او من زيت الاكسجين طيب كيفنا نعرف قداش تغير عدد التأكسد السي سي او صارت سي اوتو هاي موجب اثنين لانه الاكسجين سالب اثنين هاي موجب اربعة لانه الاكسجين سالب اثنين كم درجة تغير درجتين فانسا في طالب في هيك سؤال حسب للحديد وللأكسجين ولعوض ولخليل ولفئة صالوا لطلال بلزمنا اش كل هذا الحكي انا بس بدي السي قديش كان عدد التأكسدها وقديش صار اللي بعده هاي السي اتش فور صارت في النواتج سي اوتو السي اتش فور هون السالب اربعة لانه الاكسج موجب واحد وهون موجب اربعة فايزن كم درجة تغير كبير ناقص صغير اربعة ناقص ناقص اربعة فبطلع ثمان درجات التغير لانه اربعة ناقص صغير ناقص اربعة بالحفاظ على الاشارة حكينا هاي بصير موجب الاشارة فايزن اربعة زائد اربعة ثمان درجات فايزن هذا غلط مش اربعة درجات يلا اللي وراه اوتو سي كانت صفر صارت السي موجب اربعة فايزن هذا هو الجواب جيم اما هون بكون السي اوتو هون سي موجب اربعة اما هون بتصير تحكيلي الاشتو سي او ثري الاشت موجب واحد موجب اثنين وعنه هون سالب ستة موجب اربعة من موجب اربعة لموجب اربعة فاذن هون ما تغير اصلا عدد التأكسد هذا مش تأكسد واختزال هذا تفاعل حمود القواعد حمود لوس وقاعدة لوس السي او تو هو حمود لوس والاشتو او هو قاعدة لوس اصلا مش حمود مش تأكسد واختزال عشان هيك ما تغير عدد تأكسد من المركب كربون يلا السؤال اللي بعده هفر قلينا نشوف السؤال اللي بعده التفاعل الذي لا يمثل تفاعل تأكسد واختزال هسا حكيت لك من هو من هو السادة التفاعل الذي لا يمثل تفاعل تأكسد واختزال هذا لانه لم يتغير عدد تأكسد من الكربون دخل موجب اربعة وطلع الكربون عدد تأكسد وموجب اربعة فاذن بما انه لم يتغير عدد تأكسده فإذا لا يمنثل تفاعل تاكسد واختزال لأنه تفاعل فموض وقوات خلينا نحذفها بس نحتاجها بالحسابات من رجع ليش؟ لم يتغير عدد تاكسد الكربون فالجواب دان المادة التي يمكن لها أن تسلك كعامل مؤكسد نذكرك العامل المؤكسد يعمل اختزال إما أن يكون أي موجب أو يوساذي يعمل اختزال يعني يكون على شكل جزيئات أو يوساذي يعمل اختزال يكون عنده أكسجين كثير احفظ هذا المثال MNO4 سالب 1 هذول المواد التي تسلك كعامل مؤكسد تعمل اختزال CO بزبط صوديون بوروهايدريت لا LI ALH4 لا وO2 بنفع بس ليش يستاذ CO حكيت عنه بنفع لأنه عنده كربون موجب 2 وعنده أكسجين سالب 2 هسا أنت الكتاب شو حكي عن CO عامل مختزل شو حكي عن الكتاب عن CO عامل مختزل فبدك تحفظ انه CO دائما يسلك كعامل مختزل غالبا اقولك اعتبره دائما يسلك CO كعامل مختزل يعني دائما بتأكسد فإذا مش هاذا الجواب هو دائما بتأكسد دائما يسلك كعامل مختزل يلا المادة التي تسلق كعامل مختزل تسلق كعامل مختزل تسلق كعامل مختزل يعني تتأكسد يبدأ تكون أساد عندها تتأكسد يعني تكون أيونات أيونات سالبة أو تكون على شكل ذرات زي الصوديوم أو الليثيوم أو البوتاسيوم وخاصة مجموعة أولى ثانية ثالثة أو يكون عندها هيدروجين كثير زي نبحة وليالي ليثيوم ألمينم هيدريت وصوديوم بورو هيدريت هذول المواد تسلق كعامل مختزل تكون عندها هيدروجين كثير NABH4 أو LH4 على كل حال هاي عندها أكسجين كثير عامل مؤكسد هاي عندها أكسجين كثير عامل أحسنتم مؤكسد CO بتنفع وحكينا لك حفظها تسلق كعامل مختزل لأنه ذكرها الكتاب وهي CO أما الأوتو ما بنفع الأوتو يسلق كعامل كمان مؤكسد قبل شوي حكينا عنها بتسوي اختزال لأنها السؤال اللي بعده إن صيغة العامل المختزل في التفاعل والله نصيحة لوجه الله حكيناها إن الارتباط في الأكسجين تأكسد ونقص الأكسجين اختزال وخاص لما يكون واضح الارتباط في الأكسجين كيف يعني بي بي أو بطل معها أكسجين فإذا هذا اختزال عامل مؤكسد أنت شو طلبت العامل مختزل زيادة الأكسجين تأكسد فإذا هذا عامل مختزل بس على الارتباط في الأكسجين حليته فالجواب CO ما عجبكاش اعتبرني كمان مرة بعتذر لعطوفتك اعتبرني غلطته عايزة توب بدي أحسب أعداد التأكسد لكل الناس عشان انت تعرف كمي التوبين صادقة ونصوحة لوجه الله الأكسجين سال بثنين الأكسجين سال بثنين البي بي صفر والأكسجين سال بثنين هذول أنا حافظهم القواعدة أعداد التأكسد أما البي بي هاي حسبتها بالحسابات طلع موجب ثنين الكربون موجب الأكسجين quierận ثنين البي بي هو سفر أما الكربون الموجب 4 الموجب ثنين لموجب 4 تأكسد فالCO عامل مختزل فإذا بطلع الجواب CO هاي شغلة الشغلة الثاني. الملاحظة اللي بدأ اكتبها هون زيادة الأكسجين تأكسد دايما دايما وإن خاص كما نكون زيادة في الأكسجين واضحة وبينه يعني 1 C 1 C 1 O 2 O هون زيادة الأكسجين تأكسد. 1 بي بي O بطل معها O انسى اختزال شغلة الثانية الملاحظة الثانيةAA اتتفقنا عليها حسنا من الطالب يقولي نقصر هيدورجين كمان تأكسد. ماشي. لكن انا بحكي بملاحظة ثانية مش موضوع زيت اكسجين. الشغل الثانية اه ذكرتها حسا. كنت ناسيها. لما نحكي للطالب ما صيغة العامل المؤكسد في التفاعل بروح بيجاوب عها دول. يا ابني ادم. يا ابني. العامل المؤكسد والعامل المختز المادي رح تتأكسد ومادي ثاني بدأ تعمل اختزال. دي يكونوا بالمتفاعلات مش بالنواتج. فلو بدك تشنس يا اخي شنس على المتفاعلات. ما تشنسش على النواتج. يعني هاي غلط. وهاي غلط. يعني نشن نشن صح. بصير عندك شنس خمسين بالمية. مش تروح تشنس على خمسة وعشرين بالمية. وغالبا خلص شاف الاول الجيم يعني الورا جيم اودال هيك حفظينها النملة. هي خطة النملة. بتعرفوها انتو. او عرب انجليز. بفن وبيبلا. هاي فن وان هذول الفنتين. فنش مع هذول الفنتين. انسى. النصيغة العامل المؤكسد اولا بستثني. بستثني النواتج. هاي غلط. وهاي غلط. لانه العامل المؤكسد والعامل مختز في المتفاعلات. الشغل الثالثة. زيادة الاكسجين تأكسد. انت بدور على العامل مؤكسد. نقص الاكسجين اختزال. فاذا ان العامل المؤكسد اللي عملت اختزال هاي. واذا مش عاجبك كلامي. قلت لك اعتبرني اخطأت. وعايز اتوب. وبروح بحسي بعداد التأكسد. يلا استاذ. صفر. موجب ثلاث سالب اثنين. صفر. موجب ثلاث سالب اثنين. من صفر لموجب ثلاث تأكسد. من موجب ثلاث الى صفر اختزال. فالاختزال عامل مؤكسد. فالجواب اف اي تو او ثري. اي التحولات يحتاج لحدوث عامل مؤكسد. زيادة الاكسجين تأكسد والله بتخدمك بتسعين بالمية من حل هيك اسئلة. ونقص الاكسجين اختزال. يعني. في اكسجين هون اه. زاد الاكسجين هذا تأكسد. كونه تأكسد نحتاج لعامل مؤكسد حتى يؤكسد امان موجب اثنين. وترتاح. نقص الاكسجين اختزال. بما انه اختزال فاذن يحتاج لعامل مختزل. لعامل ايش? مختزل حتى يتم التفاعل. فاذن جواب جيم انت بدك عامل مؤكسد لا جواب دال. طيب. اختزال من صفر لسالب واحد اختزال. فهي عامل مؤكسد فتحتاج لعامل مختزل حتى يختزلها. وهي نفس الاشي اختزال نحتاج لعامل مختزل حتى يختزلها. سؤال هيك كيف بحله? مش عال زيت الاكسجين نقص الاكسجين. مستاذ انا بدي عالى عداد التأكسد. مع العلم انه زيت الاكسجين يبتخدمك خلص زاد الاكسجين تأكسدت فتحتاج لعامل مؤكسد حتى تدعكسد. اما بالنسبة لعداد التأكسد بتطلعها شو بتعمل? من موجب اثنين لموجب اربعة. اش هاي موجب اثنين عدد تأكسدها? وهي سالب اثنين الاكسجين فبطلع الامان موجب اربعة بعد ما تحسبه من الحسابات اللي تعلمناها في بداية الحصة. بعدين بتجيب تحكيلي من موجب اثنين لموجب اربعة شو سوات? تأكسد. ايش اسمها? عامل مختزل. عامل ايش? مختزل. كلمة نحتاج يعني احنا فقيرين يعني بدنا العامل الثاني. بما انه العامل مختزل موجود فنحتاج لعامل الثاني وهو العامل مؤكسد انها عمليات متلازمة او مترافقة التأكسد والاختزال. فالجواب دال يحتاج لعامل مؤكسد حتى يتأكسد الامان. هون سوت اختزال من موجب واحد عدد تأكسدها الى صفر. من موجب واحد لصفر اختزال فيحتاج الى عامل مختزل حتى يختزلها. من صفر لسالب واحد اذا اختزال فاذا يحتاج لعامل مختزل حتى يختزلها. من صفر لسالب واحد اختزال فنحتاج لعامل مختزل حتى يختزلها. فاذا هاي تحتاج لعامل مختزل تحتاج إلى عامل مختزل تحتاج إلى عامل مؤكسد أي التحولات التالية يحتاج حدوثه لعامل مختزل هاي هسا حلناها نشوف هاي من موجب اثنين لموجب اربعة إذن تأكسد يحتاج التفاعل لعامل مؤكسد حتى يتأكسد يحتاج لعامل مؤكسد حتى يتأكسد أم أن من موجب اثنين إلى موجب اربعة هاي من صفر إلى موجب واحد تأكسد فإذا بما أنه هذا تأكسد فيحتاج لعامل مؤكسد حتى يتأكسد نحتاج لعامل مؤكسد حتى يتأكسد ng. خلينا نشوف اللي بعده . Stoolه لسالب واحد. فإذا هذا اختزال فنحتاج لعمل مختزل حتى يختزل. فإذا الجواب باء. أما من سالب واحد اليوت إلى صفر. فإذا هذا تأكسد فنحتاج لعمل نحتاج لعمل مؤكسد. نحتاج فالجواب هو باء. هو يحتاج لعمل مختزن لأنه هو تفاعل الاختزال. السؤال اللي بعده. سلوك المد كعامل مقسد وكعامل مختزل في نفس التفاعل. هذا تأكسد اختزال ذاتي بدك تحفظ تعريفه. المصطلح العلمي الدال على المادة التي يحدث لها اختزال. مادة عامل مؤكسد او عامل مختزل. المادة التي يحدث لها اختزال وتسبب تأكسد مادة اخرى كأنه الوزارة بتطلع عليك مرتين. وبتقول لك انا بتطلع لك في عين قوية انه المادة هي العوامل هي المواد. مش الذرات. الشغل الثاني يحدث لها اختزال. مادة يحدث لها اختزال هذا تعريف العامل عكس الاصل. يعني هذا تعريف العامل المؤكسد. والشغل الثالثة التي تسبب تأكسد مادة اخرى فهي عامل مؤكسد وين ما لفيت وجهك. احفظ التعريف. المصطلح العلمي المادة التي يحدث لها تأكسد. العامل عكسي الاصل فاذا يحدث لها تأكسد فهي العامل مختزل. وتسبب اختزال مادة اخرى. التفاعل الذي يمثل تأكسد واختزال ذاتي. الطالب يقول لك خلص اللي فيه مادة واحدة صارت مادتين ذاتي. طب هذول مادتين 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 مادتين. ولا واحد فيه المادة واحدة. شو بدك تعمل? بدك تشوف مين اللي تأكسد ومين اللي اختزال. اذا كان العامل مؤكسد نفسه العامل مختزل بتسميه ذاتي. خلينا نشوف الاول. الاي موجب خمسة. ده ابدأ من هون. ليش? لانه مع الاكسجين. الاكسجين سالب اثنين. فثلات في سالب اثنين. وهون سالب واحد شحنته مركب. بطلع الاي موجب خمسة. اما الاي هون من موجب خمسه لموجب 3 وجموجب واحد اختزال بطر الأنصاف من وليس صحيح الاختزال اختزال موجب واحدog . عام المؤس Rosa boutogger توزيologist اختزال اختلف منك الثامن الابتين اختزال فان هذا ليس بذاتي السؤال الذي طرف السعرين indulge 2 yoks esta tabogger اما اله 2 و 2 عمل اخ اختزال فاذا هذا ليس بذاتي العامل مؤكسد غير العامل المختزن الاكسجين هون صفر الاكسجين هون موجب سالب اثنين اختزال الكربون هون صفر الكربون هون موجب اربعة فتأكسد فاذا هذا تأكسد وهذا اختزال فاذا هذا ليس ذاتي طلع البي ار صفر الاو سالب اثنين الاتش موجب واحد البي ار هون سالب واحد البي ار هون موجب خمسة والاتش موجب واحد والاكسجين سالب اثنين هذا ايوم متفرج ايوم متفرج البي ار اختزال والبي ار تو عمل تأكسد فاذا عامل مؤكسد بي ار تو العامل المختزن بي ار تو فاذا هو تأكسد واختزال ذاتي فالجواب هو جيم المصطلح العلمي الدال على عدد الذرات ونوحة في التفاعل يساوي عدد الذرات ونوحة في النواتج فهذا قانون حفظ المادة المعادلة الموزونة بقول لي طالب لا أستاذ المعادلة الموزونة مش بس على الذرات والشحنات يعني قانون حفظ المادة لو قلت لك هذا قانون حفظ المادة موزون بدي تقول لي آه ليش ؟ لواحدة انه اما بالنسبة للشحنه yes مش موزوه هي هي المعادلة الموزونه حني لا ليش مش معادلة موزونه لانه لم يحقق قانون حفظ الشحنه فاذا القانون حفظ الماده مع قانون حفظ الشحنه هذول اثنين مع بعض اعطوهم المعادلة موزونه هذا حقق الماده بس ما حقق قانون حفظ الشحنه بدك تدير بالك فهذا لا يمثل المعادلة الموزونه كثير occurs في سؤال 33 شو بحكينا المصطلح العلمي الدال على مجموعة الشحنات الكهربائية في المتفاعلات يساوي مجموعة الشحنات هذا قانون حفظ الشحنة يلا السؤال بعده عند موازنة التفاعل التالي فإن قيمة X المشار لها في الجدول أستاذ ما قال لي وازن في وسط حمضي يا أخي اعتبرني غلطت واعتبرني الوسط حمضي إذا ما جاب لكسيرة الوسط واكتبها ملاحظة بتوازن في وسط حمضي بيكون الوسط متعادل زي هذا السؤال هذا السؤال من الكتاب بالمناسبة بس ما قال لي أنه وازنه بس هذا ذكروا في شرح أنه كيف أوازن التفاعلات بطريقة أنصاف التفاعل بدون تحديد الوسط حمضي ولا قاعدة هذا قبل موضوع الوسط الحمضي عموما كيف دوازن هذا التفاعل؟ اعتبر المعادلة أستاذي بدها موازن في الأنصاف وعلى وسط حمضي يروح وازنها شو يعني إذا وازنها في وسط حمضي؟ خلينا نشوف كيف نوازنها في وسط الحمضي أولا مع العلم أنه ما حكى وسط ومش راح أكتب وسط حمضي ما بصير أكتب وسط حمضي لأنه أصل وسط مش حمضي أسأن موجب اثنين صارت أسأن موجب أربعة ذهشة ذرات أسأن واحدة أسأن موجب اثنين لأ موجب أربعة وزاد اثنين إلكترون كيف عرفت؟ أنا بحكي لك أول شي وازنت الزرات أكسجين هيدروجين شحنة كهربائية اللي سمناها بكلمة ذهشة الذرات موزونة واحدة أسأن واحدة أسأن الأكسجين هنا ما في ما في الهايدروجين ما في ما في عشان هيك ما حكى لحمضي الشحنة كهربائية الشحنة كهربائية هاي موجب اثنين وهاي موجب أربعة الفرق بينهما اثنين الكترون عندي الكبير يكبير من زيك اثنين الكترون على اليمين فاذا هون خلصنا الأسان الموازنة بعد ما خلصنا الاسألة هيا و آنها أستاذي عم RESEl2 موجب ثلاث في النواتج F's موجب اثنين من نزيد الكترون عندك الأكبر كشحنة يعني هون زاد إلكترون واحدة افي واحدة افي موجب ثلاث لا موجب اثنين نزيد إلكترون وثم نساوي الإلكترون المفقود بالإلكترون المكتسب نضرب هاي باثنين عشان نجمع عنصاف التفاعل هاي اثنين إلكترون مع اثنين إلكترون بتروح فإذا الافي شو في جنبها الساد رقم اثنين هو سارعا هاي فإن قيمة اكس مشار لها فإذا قيمة اكس تساوي اثنين ما العلم انه ما حدد وسط حمضي ولا قاعدي بس من خلال أنا وزنتها حتى لو في وسط حمضي ولا وزنتها في وسط قاعدة رح يطلع معك الأفي أصلاً اثنين هو الوسط عشانه متعادل ما حكى في وسط حمضي ولا حكى في وسط قاعدة السؤال اللي بعده إنه موازن التفاعل في وسط حمضي بس هذا بنا نترك السؤال هون عشان نحبه في الفراغ الأبيض اللي فوق خلينا نشوف شو بننام السؤال اللي بعده بقول إنه عدد مولات الماء الناتج من التفاعل بالدياني أكتب عدد مولات الماء من التفاعل لتكون المؤادلة موزونة في الوسط الحمضي سؤال موازنة على ذهشة يلا أستاذ اكتب الأنصاف الأنصاف متشابهات مع بعض CR مع CR والأن مع الأن فإذا بصير عندي CR2 O7 سالب اثنين صارت في النواتج CR موجب ثلاث وازن ذهشة ذرات وحد ثنتين CR وحد CR بحط هنا اثنين وازن أكسجين سبعة أكسجين ما في أكسجين بحط سبعة H2O على قاعدة ذهشة لا تنساها ذرات موزونة أكسجين صار موزون هيدروجين 14H هنا ما في أتش بزيد هون 14H موجب وثم نحسب مجموع الشحنات موجب 14 الأول على المسودة بتكتبها سالب اثنين الثاني لأنه معظم الطلاب خربطوا بالشحن الأول موجب 14 الثاني سالب 2 النواتج موجب ثلاث موجب اثنين موجب ستة وليس موجب ثلاث أما الأخير صفر هذولا موجب 12 على اليسار أما على اليمين موجب ستة الفرق بينهما ست درجات عند الأكبر كشحنة من زيت ستة إلكترونات فإذا بزيت ستة إلكترون على اليسار وهذا بطل له الداعي فصار كله خربيش هاي يلا هذا بالنسبة للنصف الأول النصف الثاني النصف الثاني اللي هو HNO2 صارت في النواتج NO3 سالب ذرات 1N1N أكسجين ثنتين أكسجين ثلاثة أكسجين فبزيد هنا واحدة أتش تو أو هيدروجين هنا ثنين وواحدة ثلاثة هنا ما في أتش بزيد ثلاثة أتش موجب ومن ثم بنرجع من وازن الشحنة هاي صفر وهاي صفر لكل واحد بدعم القوس عشان ما تغلطوا بالشحنات هاي سالب واحد وهاي موجب ثلاث فإذا على اليسار صفر وعلي يمين موجب اثنين الفرق بينهما موجب اثنين لصفر درجتين عند الأكبر بزيد إلكترونين وثم آخر خطوة بتساوي الإلكترون المفقود بالمكتسب بتضرب هاي اللي تحت كلها بثلاث عشان نصير ستة هاي ضرب ثلاث ضرب ثلاث ضرب ثلاث هاي بتصير تسعة وهاي بتصير ستة هيك صار مفقود ستة والمكتسب ستة عشان تجمع أنصاف التفاعل لكن لا تجمع كل الأنصاف هو بده عدد جزئات الماء الناتجة فكم واحد ماء هون سبعة وكم واحد ماء هون ثلاث يعني لو كتب لي سبعة صح طبعا غلط بدك تطرح الكبير من الصغير الفرق بينهما الفرق بينهما أربع درجات على اليمين أربع جزئات ماء تعني عدد جزئات الماء الناتجة أربعة كل هذا بدي أعمل عشان أصل للأربعة مرن إيدك على الموازن لأن الموازنة صراحة بدها ممارسة يعني بدك تمارس كثير عشان تقدر توازن السؤال اللي بعده رقم ستة وثلاثين يرى إن عدد مولات الأتش الموجب في التفاعل أتش سي أل او أس زائد سي أل او ثري سالب بنتج أتش ثري أس او ثري وأتش سي أل او كيف ضح ليك السؤال؟ بدنا نوازن أقاعد الذهشة يلا تأخذ الأي أس مع الأي أس والسي أل مع السي أل وبتبلش حل تمام خلينا نشوف شو بننا نعمل أي أس صارت في النواتج أتش ثري أي أس أو ثري يلا ذهشة ذرات أكسجين هيدروجين شحنة كهربائية أول شي ذرات واحدة أي أس واحدة أي أس بعدين الأكسجين هنا ثلاثة أو هنا ما في أكسجين ثلاثة أتش بعدين الأتش ثلاثة اثنين ستين هنا ثلاثة فإذن بزيد هون ثلاثة أتش موجب وثم الشحنات صفر 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 موجب ثلاث بزيد ثلاثة ألكترونات عند الأكبر كشحنة هاي خلصنا الأول الثاني الثاني اللي هو سالب صار في الناتج نذكر مع بعض الظرات واحدة سي أل واحدة سي أل أكسجين ثلاثة أكسجين واحدة أكسجين فإذن فينا هي ناقصها المى علت جنين انسقونها المى يستغلوا ثلاثات المى يصير إننا ثلاثة أكسجين على اليمين ، ثلاثة أكسجين على اليسار بعدين يا أستاذي عندي 4 أتش واحدة 8 أتش موجب وثم الشحنات موجب أكسة ناقص واحد ول reimburse الله في الناتجار الله لأنه اليمين صفر صفر فمن الموجب بعد 400 درجات أ lyrics IF I pop up to 4 وفي الناتجار الك pigeon وفي الناتجارية الطالب يدخل طب هو بده عدد مولات الاتش الموجب ليش يدخل الاربع على الكل بس دخله على الاتش الموجب اربعة بثلاث اثناش اتش موجب وثلاثة مضروب في خمسة خمستاش اتش موجب خمستاش اتش واثناش اتش الفرق بينهما ثلاث درجات مين اللي اذا قديش الاتش الموجب فالجواب جيم شو عملته اسراد دخلت الاربع بس على هاي لانه انت بتسرع الاتش الموجب قاعد ودخلت الثلاث بس على هاي ثلاث في خمسة خمستاش واربعة بثلاث اتناش بعدين احنا كيف بنجمع الانصاف المتشابهات بتروح مع بعض خمستاش مع اتناش بتروح بيظل عندي ثلاثة اتش موجب مزبوط طيب فاذا هو بده عدد مولات الاتش الموجب عدد مولات الاتش الموجب اللي هو رقم ثلاث سؤال لبعده السؤال لبعده عشان نحله لازم نمسحر تخير عزيزي المشترك هيقوم هاي هاي دليت السؤال لبعده ان عدد ايونات الاتش السالب كمان سؤال موازنة بس عدد مولات الاتش السالب التي يجب اضافتها الى يعني موازنة خليشوف شو بنناعمل بسؤال موازنة اللي طلع لنا هذو ان عدد مولات الاتش السالب اللازم اضافتها للتفاعل ام ان او فور سالب مع سي ال او تو في هون سالب بنتج ام ان او تو وسي ال او فور سالب طيب الساد شو بنناعمل ننوازن هذا التفاعل ليش حطيت هذا السالب هذا سالب فيه سالب هو من الكتاب مش من عندي اولا شغل ثاني لو ما في سالب المعادلة الموزونة معقول اه واحدة ام ان واحدة ام ان اربعة اكسجين واثنين ستة اثنين اكسجين واربعة ستة سالب واحد على الشمال سالب واحد على اليمين تخيل يعني المعادلة الموزونة بدون ما تعمل اشيه فهو عشان ما تكون موزونة ما حافظنا اقانون حفظ الشحن حطينا هون سالب واحد وهي سالب واحد وهي سالب واحد كمادة موزونة لكن الشحن لا بتغير بتغير كل اشي هاي هذا موازنة الشحن خلينا نشوف كيف ننوازن هذا التفاعل اولا نكتب الانصاف سالب صارت في الناتج سالب ذرات واحدة سال وحدة سال ثنين اكسجين اربعة اكسجين بزيد هون اثنين اتش تو او اربعة اتش هون ما في اتش اربعة اتش موجود ذرات اكسجين هيدروجين شحنة كهربائية هاي سالب واحد هون موجب ثلاثة فرق بينهما اربع درجات عندي الاكبر بزيد اربع الكترونات كيف يعرفت لانه هاي صفر هاي سالب واحد هاي سالب واحد هاي موجب اربعة فاذن هانا على اليمين موجب ثلاثة اما على اليسار سالب واحد كبير ناقص صغير هذا صغير سالب واحد فاذن هذا بصير موجب فاذن فرق بينهما اربع درجات يعني اربع الكترونات عندي الاكبر هيك خلصنا موازنة الاول وازلنا الشحنة كهربائيا وطلع عندي ثلاث الكترونات او اربع الكترونات عفوا على اليمين وهو نصف تفاعل تاكسد موزون في وسط حمضي. اما بالنسبة للاختزال سالب واحد. صارت في الناتج ام ان او تو. بعدين ذرات واحدة ام ان واحدة ام ان. الاكسجين. عندي هون اربعة هون اثنين فبزيد هنا اثنين اتش تو او. صار عندي اكسجين واثنين اربعة هاي هين. الهايدروجين اليمين اثنين باثنين اربعة. هنا ما في اتش بنزيد هنا اربعة اتش موجب. وثم نوازن الشحنة. هاي موجب ثلاث. اما على اليمين صفر سالب واحد. موجب اربعة موجب ثلاث. بزيد ثلاثة الكترون. فبدو ضرب اللي فوق كلها بثلاث. واللي تحت كلها باربعة. عشان نساوي الالكترون المفقود بالالكترون المكتسب ثم بنجمع انصاف التفاعل. اذا انت طالب ذكي ما بتعمل هيك كمان مرة شو بتسوي بتضرب الثلاث بس في الاتش الموجب. ثلاثة في اربعة اطناش. وبتضرب الاربعة فقط في الاتش الموجب. اربعة ضرب اربعة ستاش. اتش موجب. ليش? لانه الشغل على اتش الموجب يعني مقدار الاتش الموجب هو نفس مقدار عدد مولات الواتش السلب التي يجب اضافته. عشان تكون ذكيف وسريع بالحل. الستاش مع اطناش بتروح بيضل عندك اربعة اتش موجب. فكمل بلزمك اواتش سالب حتى تتوازن في الوسط القاعدة اربعة فالجواب الف. ما في داع تكمل حل. السؤال سبعة وثلاثين خلص. سؤال اللي بعده. سؤال ثمانية ثلاثين. عند موازن التفاعل التالي في الوسط القاعدة هذا تاكسد اختزال ذاتي. حتى لو تاكسد اختزال ذاتي بدون حل. البي ار مرة بتشوف شو صار فيه. بي ار تو. صارت في الناتج بي ار سالب. والبي ار تو صارت في الناتج بي ار او ثري سالب. بعدين شو بنعمل? واحدة بي ار واحدة بي ار هون نحط اثنين واحدة بي ار واحدة بي ار بنحط هون اثنين. هي وازن الذرات. بعدين اكسجين. هنا ما في اكسجين الله يريح باله. ثلاث باثنين ستة اكسجين بزيت ستة اتش تو او. لو اشتغلت عكل نصف لحال اسهلك انا باعرف. انك توازن ذرات اكسجين هيدروجين شحنة كهربائية بس من بعد السرعة مرات نوازن النصفين مع بعض بصير كمان 12 موجب زي ما علمناكم بحسة قلنا نوازن نصفين مع بعض 12 موجب على اليمين هسه صار عنا على اليمين سالب 2 وموجب 12 وموجب 10 على اليسار 0 فبزيد 10 الكترون هون أما هون سالب 2 لصفر 0 لسالب 2 فرق درجتين عند الاكبر وهو 0 بزيد الكترونين بعدين نساوي الالكترون المفقود بالالكترون المكتسب هادك تضربها بخمسة هاي 2 بخمسة 10 ليش نضربها بخمسة عشان صير الاكترون مفقود يساوي المكتسب لو ضربنا 2 بخمسة بصير 10 ونحط هون 5 وبصير هاي 10 عشان صير 10 مكتسب و10 مفقود انت عن ايش سألت عن عدد جزيئات البرام في التفاعل طب استاذ خلص بس اجمع هذون يا صديقي 5 زائد 1 6 فالجواب هو با انت الباقي ما بلزمك بس لازم تساوي كل الخطوات بس هي نهائي الخطوة الاخيرة الجميع مرات كثير بيكون ما بلزمك لما تجمع انصف التفاعل سؤالي لبعد في نصف التفاعل يحدث في وسط قاعدي فان عدد مولات الواتش السالب تساوي يعني خلينا نوازن نصف تفاعل مش تفاعل كامل نصف تفاعل ولا مش نصف تفاعل كلها خطوات الموازنة واحدة ذرات اكسجين هيدروجين شحنة كهربائية واحدة ان واحدة ان ثلاثة اكسجين هنا ما في اكسجين زائد ثلاثة اتش تو او عندي ستة اتش وثلاثة تسعة هون بزيد تسعة اتش موجب بعدين صار عندي موجب تسعة وسالب واحد موجب ثمانية اما العليمين صفر اذا مزيد ثمانية الكترونات تسعة اتش تسعة اتش نحل السؤال خلصنا كم عدد مولايات الواتش السالب التي يجب إضافتها حتى يصبح موزول في وسط قاعدة عدد مولايات الواتش السالب هو 9 خلينا نشوف السؤال اللي بعده سؤال 4 في سؤال 40 شو بحكيلي في التفاعل هذا اللي موجود يحدث أمامك في صورة في وسط قاعدة هذا التفاعل أستاذي طلب منك بعض المعطيات هو سؤال طلب منك سؤال 40 و41 لا و42 و43 يعني لغاية سؤال 43 خلينا نشوف شو بحكي التفاعل يحدث في وسط قاعدة لأنه كتبوها جسالب على السهم لا تنسى وقال لوازن التفاعل التالي مع عدد الإلكترونات المفقودة مع عدد الإلكترونات المكتسبة الخطوات ما بتتغيرنا اكتب الأنصاب منوازن ذرات موزونة C1N1 C1N1 منوازن أكسجين منضيف H2O بعدين بعد ما نوازن الأكسجين بإضافة جزائي الماء منوازن الهيدروجين عن طريق إضافة الأكش الموجب وثم نوازن الشحن كهربائيا سالب واحد اتوازنت مع السالب واحد بس بظل عندي الموجب اثنين بزيد اثنين إلكترون على اليمين أو بتجمع مجموع الشحنات على يسار سالب واحد على يمين موجب واحد الفرق بينهما درجتين عندي الأكبر بتزيد اثنين إلكترون سؤال النصف الثاني بالنسبة للنصف الثاني هو ASO4 سالب واحد صار في الناتج ASO2 سالب اثنين منوازن الذرات 1 AS1 AS2 2 أكسجين على يمين أربع على يسار فإذن بزيد على اليمين اثنين اتش تو او ومن ثم نضيف اربع اتش موجب على يسار بعدين منوازن الالكترونات موجب اربعة ناقص واحد موجب ثلاث من موجب ثلاث إلى سالب اثنين خمس درجات الفرق بينهما بزيد خمس إلكترونات عند الأكبر منساوي الإلكترون المكتسب بالإلكترون المفقود بنضرب اللي فوق بخمسة واللي تحت بثنين عشان نحكي اثنين ضرب خمسة عشرة وخمسة ضرب اثنين عشرة فإذن عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة ويساوي عشر إن عدد أيونات الواتش السالب هلما أضربها بخمسة بداخل الواتش السالب ركز على اتش الموجب أضرب بهاي بخمسة بطلع عندك عشرة اتش موجب واضرب اللي تحت بثنين بطلع عندك ثمانية اتش موجب الفرق بينهما قيم من هاي العشرة ثمانية الفرق بينهما ثنين بطلع عندك اثنين اتش موجب فإذا عدد مولات الـ H الموجب يساوي عدد مولات الـ OH السالب بيطلع عندك الجواب 2 لأنك راح تضيف 2OH سالب على اليمين و 2OH سالب وين على اليسار يرى السؤال اللي ورا النصيغة العامل المؤكسد في التفاعل تخلنا حذفها النصيغة العامل المؤكسد في التفاعل أكيد العامل المؤكسد اللي عمل اختزال وين هو اشهال اللي عمل اختزال هاي فيه نقص واضح في الأكسجين بعدين ارجع على الأنصاف اللي عنده إلكترون على الشمال هو نصف تفاعل اختزاء فهذا ASO4 سالب واحد هو العامل المؤكسد وبعدين انسى هاي وانسى هاي لأنها نواتج التفاعل وانسى هاي لأنه سيان سالب غلط فإذا هاي سوى التأكسد انت بدور على العامل المؤكسد إن مقدار التغير في عدد تأكسد AS مقدار التغير في عدد تأكسد AS تحسب عدد تأكسدها قبل وعدد تأكسدها بعد عدد تأكسدها قبل تحكي الأكسجين سالب 2 والمركب سالب 1 والأكسجين سالب 2 والمركب سالب 2 فكيف دحسب عدد تأكسد AS بحكي سالب 1 يساوي عدد تأكسد AS دفرض انه A زائد تكرار الأكسجين في عدد تأكسد وسالب 8 اجمع 8 للطرفين فA عدد تأكسد AS بطلع موجب 7 هذا على اليسار طلع عدد تأكسد AS موجب 7 أما على اليمين 2 بسالب 2 سالب 4 اجمع 4 على الطرفين بصر تحكي انت هيك صفر سالب 2 يساوي لي شحنة المركب سالب 2 يساوي سالب 4 زائد عدد تأكسد A اجمع 4 على الطرفين فاذا بطلع الفرق بينهما موجب 2 هذا عدد تأكسد A طب قداش كان موجب 7 قداش صار موجب 2 كم درجة تغير عدد تأكسد AS تغير عدد تأكسد AS مقدار 5 درجات لانه كبير 7 والصغير موجب 2 فالفرق بينهما كبير ناقص صغير يعني 7 ناقص 2 بطلع 5 درجات مقدار التغير في عدد تأكسد AS في التفاعل التالي فان الرمز X يشير الى بدك تجاوب عن اسئلة 44 لغاية سؤال 46 في التفاعل التالي في صيغة العام المختزل في التفاعل صيغة العام المختزل في التفاعل اللي سوى التأكسد طب من اللي سوى التأكسد هون الطالب بلش يعتمد عن أكسجين بتخربط ليش؟ لانه الأكسجين هون 2 هون 2 هون 3 إلى 2 هون 3 إلى 1 فاتخربط الطالب الطريقة الوحيدة اللي معرفت مين العام المختزل لهذا التفاعل هو حساب عدد التأكسد لو في طريقة ولا نقول لك نقص الهايدروجين زيادة الأكسجين كان حليت عليها عطول لانه أنا بديك في الامتحان تكون سريع لكن زيك سؤال الأكسجين مش واضح نقص ولا ذات فبدأ حسب عدد التأكسد اللي أنا آي موجب أربعة شو عرفك لانه أكسجين سالب 2 2 بسالب 2 سالب 4 فبطلع لانه نائم موجب أربعة بما أنه الوحيد سالب واحد 2 في سالب واحد سالب 2 فبطلع لانه نائم موجب 2 من موجب أربعة لانه موجب 2 اختزال فهو عامل مؤكسد عامل إيش؟ مؤكسد فأكيد الثالب دون ما تغلب حالك هو عامل مختزل فإذا من عامل مختزل S2O3 سالب 2 إذا مش عاجبك ديك تحسب عدد التأكسد يكون عدد التأكسد S هنا سالب 2 بثلاث سالب 6 وهنا 2X يساوي سالب 2 لما نحسب عدد التأكسد S هنا بطلع لانه موجب أربعة قسم على 2 بطلع X يساوي موجب 2 أما S هنا موجب هاي سالب 2 تحكي سالب 2 يساوي سالب 6 زائد X اجمع ستة للطرفين بطلع موجب أربعة من موجب 2 لموجب أربعة تأكسد فهو عامل مختزل فإذا من عامل مختزل S2O3 سالب 2 في طريقة ثانية طبعا في طريقة ثانية مش السؤال طلب أنك توازن إن عدد آيونات الأواتش السالب هاي سؤال 45 على نفس السؤال لما أن الطلب منك توازن روح وازن المعادلة بعد ما توازن المعادلة بتحكي إلكترون على شمال اختزال فهو عامل مؤكسد وإذا كان الإلكترون على اليمين تأكسد فهو عامل مختزل بعد ما تخلص موازن بدون ما تحسب عدد تأكسد بس توازن المعادلة خلنا نوازن اليوم. ني او 2 صارت في الناتج ني او اتش باي 2. واحدة ني واحدة ني اثنتين اكسجين ثنتين اكسجين ثنتين اتش هون ما في اتش بزيد اتش طو اون. اثنين اتش موجب من زيد لها هي درجين. اثنين اتش موجب. الشحنة موجب 20 فبزيد اثنين الاكترون على اليسار. اما بالنسبة نصف التفاعل الثاني. نصف التفاعل الثاني اللي هو S2O3 سالب اثنين صار في الناتج S O3 سالب اثنين. اثنين أس وحدة أس. بضرب هاي باثنين. صار يناح الثلاثة اكسجين ستة اكسجين فبزيد هوله ثلاثة اكسجين ثلاثة ستة ستة اكسجين. ه towel on Di salb اثنين. أما على اليمين salb اربعة. هاي سالب اثنين. اما اليومين سالب اربعة. سالب اثنين ناقص ناقص اثنين موجب اثنين. الفرق بينهما درجتين. عند الاكبر بزيد اثنين الكترون. ومن ثم منساوي الالكترون المفقود اه طلعوا اثنين اختزال. لذا احنا في اشي مش عاملين اه مش موازنين الاتش الموجب بتاحد. يعني خطأ زي هيك صراحان زي هيك بتضيعنا. بس كيف اكتشفنا الخطأ صدفة انه احنا مش موازنين الاتش الموجب لانه طلعوا اثنين اختزال. اثنين اختزال ممنوع. اثنين تاكسد ممنوع. لازم يكون واحد تاكسد والثاني اختزال. صار اندي هوني استاد اذا اه ننوازن الاتش. عندنا ستة اج هنا ما فيه اج ستة اج موجب. هيك صار الاتش موجوع موزون الاتش الموجب تاعي. ستة اج ستة اج ثلاثة ت Aaron EKB. ثلاثة ستة اكسجين وثنتين اس ثنتين اس. خلصنا. خلصنا نغض رات خلصنا اكسجين خلصنا هيدروجين الى اخرين. 6 6 2 2 2 2 4 4 اثنين ناقص الصغير عشان اعرف مقدار الفرق ناقص لاقص اثنين سير موجarc كد اثنين الفرق بينهما اربعة الاكبر بزيد اربرا الكترونات سوينا الالكترون المفقوط بالالكترون المكتسب Exc. لا اول اشي سوينا آ آ آ عدد الالكترونات اربعة اللي هوívelم ساوي الشحن الكهربائي بعدما سوينا الشحن الكهربائي وزن نظرات الاكترونات الى اخري بدنا نساوي الالكترون المفقود في المكتسب دetteع겠다 ابنت اضربها باثنين سير اربعة بصير اربعة بصير هون اثنين بصير هون اثنين بصير خلصنا ليش عملت هاي الحركة عشان يكون عدد الالكترونات مكتسب يساوي المفقود بعدين ان انت لما تطلع الOH السالب ما تجمع جميع الانصاف اخر خطوة اللي هي تجمع بس اجمع الOH الموجب هون اربع اجش موجب وهنا عندي 6 اتش موجب الفرق بينهما 2 اتش موجب فإن عدد مولات الو اتش السالب 2 لأنك لك تجمع 2 اتش سالب على اليمين و 2 اتش سالب على اليسار إن قيمة اكس المشار لها في الجدول هاي اكس لما تجمع الأنصاف الاس او ثري سالب 2 قداش جنبها رقم جنبها رقم 2 فإذا كمان اكس يشير إلى الرقم 2 عدد مولات الو اتش السالب 2 وقيمة اكس تساوي 2 هون بلش بأسئلة الدرس هو آخر شيء رح نختم فيه درسنا لليوم وما رح نبدأ في الدرس الجديد لسبب لأنه طلاب الاقتصاد مطلوب منهم الدرس الأول فقط ونكون خلصنا الدرس الأول من التأكسد والاختزال بلش بأسئلة الدرس الذرة التي حدث لها تأكسد الارتباط في الأكسجين تأكسد ونقص الأكسجين اختزال بس هنا ما فيه ارتباط واضح بالأكسجين فيه نقص هيدروجين طيب خلينا نحسب عدد التأكسد أسهل أنا بشوف تحسب أعداد التأكسد من خلال كل ذرة لحان ال H موجب 1 الأكسجين سالب 2 ال H موجب 1 ال I سالب 1 ال N ما بعرف سالب 2 صفر موجب 1 سالب 2 هيك حسبنا أعداد التأكسد من قواعد أعداد التأكسد ال N ما بعرف عدد تأكسدها بحسبه بحكي صفر يساوي له شحنة مركب تكرار الأوفي عدد تأكسد له سالب 4 زائد 1 اللي هو ال H هذا زائد N يعني بجمع ثلاث للطرفين فبطلع الان موجب ثلاث. اما الان هنا سالب اربعة فبطلع موجب اربعة. ايه شو بده السؤال? الضرة التي حدث لها تأكسد من موجب ثلاثة لموجب اربعة التي تأكسدت الان. في طالب يقول لي الاكسجين ما زاد? الاكسجين ما زاد بس نقص الاتش كمان يمثل عنا تأكسد. في التفاعل مكتوب امامك فانا. العنصر اكس اه كي يختزل ما هو صفر صار موجب واحد كيف يختزل? يتأكسد فهي غلط. العنصر او يختزل الاو دخل سالب اثنين طلع سالب اثنين فاذن اي ومتفرج غلط. العنصر كي يتأكسد طبعا العنصر كي يتأكسد. السؤال بعده. في التفاعل التالي فانا قيمة اه واي. فيجب على الاسئلة متساوى اربعين الى واحد وخمسين. لا هذا الطلاب مش من اسئلة الدرس من اسئلة الكتاب. معلش. في التفاعل التالي هي معظمة اصلا اسئلة الكتاب. ان قيمة واي المشار لها في الجدول لتصبح المعادلة معادلة موزونة يساوى. هو بده قيمة واي هاي. هاي اسئلة الكتاب. خلينا شوف كيف ننطلع قيمة واي المشار لها في الجدول. طبعا هو بدينا جاوب اسئلة تسعة واربعين وخمسين. في سؤال عن عدد الالكترونات المفقودة وعدد الالكترونات ايش المكتسبة. يبقى. بدنا نحن سؤال موازنة يعني بدنا ورقة بيضاء. وراح اسئلك عن عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة. فبنا انو نشوف قديش عدد الالكترونات مفقودة او المكتسبة. خلينا نشوف شو بدنا نعمل. بدو ايانا اطلع قيمة واي. اول ايش عشان اوازن بحكي انتو او فور. بانتج في الناتج انتو. والثاني انتو اتش فور. انتج في الناتج انتو. طب والمي ايون متفرج. يعني المي كتبته هون كتبته هون صح ما كتبتهاش كمان صح. انت بهمك اللي تاكسدت واللي سوت اختزال. هاي عملت اختزال. وهاي عملت تاكسد. اما المي هي الاتش موجب واحد ايون متفرج. والاكسجين ايون متفرج. والشغل الثاني ما انت وانت بتوازن احضيف مي. بس كونه ما سوت لا تاكسد ولا اختزال الاتش تورا. فما في ذاية تكتبها اصلا. لحالها راحد انكتب غصبا عنها وسوا بنوازن. ثنتين ان ثنتين ان ثنتين ان ثنتين ان خلصنا. ننوازن الاكسجين منزيد اررمع اتش توقو. تحت ما في اكسجين الله رايح باله. ثمانية اتش ما في اتش هون اتش موجب. اما تحت عندي اربع اتش هون ما في اتش بزيد اربع اتش موجب. بعدها منوازن الشحنة. منزيد هنا ثمن الكترونات. ومنزيد تحت اربع الكترونات. منساوي الالكترون المفقود بالمكتسب. منضرب هاي اللي تحت بثنين. بثنين. بصير هاي ثمانية. عشان صير الالكترون مفقود وساوي المكتسب. وهي ثمانية. بعدين نجمع انصاف التفاعل. شو بحكي? ان قيمة Y مشار لها في الجدول. اللي هي جنب N2H4. هاي Y. المشار لها في المعادلة القصدي. متعودين على Y. N2H4. هيا. هاي N2H4. قداش مجموعة هذا الرقم اثنين. ولما سألنا الطالب. N2. N2 تجمع. N2 ثلاث. يار. فان اه. آآ. آآ. واي تساوي اثنين. اه. بحكي من هو انجاي بكلمة الجدول. تعودين على التاكسد واختزال. لا. هو طلع فعلا كاتب كلمة الجدول. خطأ. معلش. سؤال بعده. العبارات التالية صحيحة. التفاعل يمثل تاكسد واختزال ذاتي. ابدا. نصف تفاعل تاكسد ليس نصف تفاعل اختزال. يحدث تفاعل في وسط حمضي. ابدا. يحدث تفاعل في وسط قاعدي. ولا وسط حمضي. يعني لا يحدث في وسط حمضي. ولا قاعدي. هذا لازم نشوف المعادل الموزوني. عشان نعرف يحدث في وسط حمضي ولا وسط قاعدي. لازم نعرف ان المعادل الموزوني. لانه احتمال انه يطلع الوسط متعادل. كيف دك تعرف ان الوسط متعادل. دك تجمع نصف تفاعل التاكسد ونصف تفاعل اختزال. اذا ظل اتش موجب. ظل مات. ظل اتش موجب وكل الوسط متعادل مش حمضي. يعني. خلينا نشوف. ننذكر مع بعض ايش اللي عمنا اخر ايش لما وازلنا المعادلة. انتو او فور. طلعت الناتج انتو. وحطينا هون اربع اتش تو او. عندنا بشوف الاتش الموجب له اتش سالب. ما بعرف الوسط حمضي ولا قاعدة. ما حكى. ما حكى في السؤال. والثاني انتو اتش فور. صارت في الناتج انتو. وكان عنا هون اثنين اتش اه عفوا هون اربع اتش موجب. اربع اتش موجب زاد اربع اتش موجب زاد ثماني اتش موجب زاد ثماني اتش موجب. هيك اللي عملنا. بعدين ضربنا اللي تحت بايش? ضربنا اللي تحت باثنين. عشان صير المعادلة الموزونة. عدد الالكترونات مفقود يساوي المكتسب. اجمع انصاف التفاعل. طيب خلينا نجمع ثماني اتش موجب مع ثماني اتش موجب كمان مع الثماني اتش موجب راحة. فهل هذا وسط حمضي? لا. عشان هيك ما اقل لي وازنه. ما حكى في وسط حمضي ولا حكى وسط قاعدي لانه وسط متعادل. بس لو سألني يحدث تفاعل في وسط حمضي لا يحدث في وسط حمضي لانه ما في اتش موجب. ما في اتش موجب يعني يحدث في وسط متعادل. وهذا اللي انا كنت خايف منه لانه مش والله دايما خلص موازنة يعني وسط حمضي. طبعا لا. لا بصير تقرر ان موازنة في وسط حمضي او قاعدي غير لما تجرب. فعشان هيك ادنا حلو. وعذروني لو شفنا السؤال من قبل كان حكينا مطلوب لنا سؤال ثاني. فاذا هاي خطأ. وهاي خطأ. يمثل التفاعل نصف تفاعل اختزال ابدا. يمثل انتو او فور عامل مؤكسد طبعا بمعنى عملة اختزال تمثل عامل عامل مؤكسد. ان عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة في التفاعل كان عنا ثمن الكترونات. المادة التي يمكن ان تسلك عامل مختزل. حكينا لك المادة التي تسلك عامل مختزل. المواد التي تسلك عامل مختزل بدها تسوي تأكسد. خلينا نشوف مين ممكن انه يسوي تأكسد. الان هي موجة بتختزل انساها. اج سالب بتصير اج تو. يعني صار عندي من سالب واحد لموج لصفر زيادة في عدد تأكسد. فاذا الاج سالب. اف تو مستحيل. اف تو بتصير اف سالب واحد اختزالre CM heidelphs هادا يسلك عامل مختزل بت اكسد يعني بت اكسد عنده هيدرجين كثير هذا كمان ممكن لانه افسارة هادا ما ذكر الاكتاب ذكر الاكتاب الا Access السالب انه هذا هيدريد فليز.اصلا اجش السالب هاي نفس الا اجش السالب هاي. يعني هنا يسلك عامل مختزل لانه عنده اج سالب الهو هادريدي. على كل حال. جوابنا اج سالب. المادة التي او ليثيم الم ياتج يسلك عامل مختزل يسبب اختزال المواد اخرى لانه عنده هيدروجين كثير جوابك دال صحيح ما بنقدر نلغيه وجواب باية صحيح المادة التي يمكن ان تسلك كعامل مؤكسد يعني راح تعمل اختزال مين المواد بتعمل اختزال هاي تتا اكسد اتش تو بتصير اتش موجب تتا اكسد احنا بنحكي عالوضع العام انا موجب بتصير انا بتسوي اختزال فتسلك كعامل مؤكسد اما اف سالب بتصير اف اف سالب من سالب واحد لصفر يعني انت بتحكي من سالب واحد لصفر زيادة عدد تأكسد تأكسد يعني عامل مختزل عامل مختزل عامل مختزل ما عادة ان اي موجب هي عامل مؤكسد في التفاعل التالي يحدث في وسط حمضي هاي التفاعل عشان نجاوب عن الاسئلة اربع وخمسين وست وخمسين طبعا احنا بظل عنا اساد سؤال اربع وخمسين وخمسين وست وخمسين وسبعة وخمسين بتشوف انت اجابتها انه طالب الاقتصاد هذولا بس المطلوبات منك كطالب اقتصاد لغاية رح نحكي انه كمان حصة قادمة لغاية سؤال سبعة وخمسين هذا المطلوب من طالب الاقتصاد لانه الدرس الاول مطلوب منه اما الدرس الثاني مش مطلوب منه لكن احنا في حصة اليوم رح نتوقف عند هذا السؤال بنكون خلصنا درس الاول يعني صحيح انه رح نكمل اجابتنا في الحصة القادمة من سؤال اربع وخمسين لكن هي اسئل اصلا افكارها مرت عليك قداش عدد مولات الاتشن موجب الناتج وركزنا على اسئلة موازنة كثير فلازم تعرف توازن لانه كثير الطلاب يخربطوا خاصة بموضوع الشحنة فلازم تعرف توازن وتدرس موضوع الموازنة اكثر من مرة نراكم الحصة القادمة في سؤال سؤال اربع وخمسين فادرسي السؤال واجتهد لانه خلص الدرس الاول من تأكسد بالنسبة للطلاب الاقتصاد خلص فصل اول كامل بس احنا بنحكي طلاب العلمي لسه ضال عندهم مكونات خلية القلفانية وجهد الخلية ومين اقوى عام مقصد ومين اقوى عام مقتزل هذا كله رح نشوف في الاسئلة القادمة ان شاء الله ادرس واجتهد و لا تنسى انه لكل مشتهد النصير نراكم في الحصة القادمة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته